موسيقى على مفترق طرق سياسية واقتصادية واجتماعية يقف الاردن اليوم يقول العارفون بشؤونه الحراكات الشعبية والتظاهرات الاعتراضية التي شهدها مؤخرا لم تأتي في سياق عرضي فالبلد الفقير في موارده لطال معانا ولا يزال من تداعيات الاضطرابات في دول الأقليم العراق الذي كان سندا ماليا ونفطيا له خلال أزماته الاقتصادية هو بالكاد يلملم أوضعه الرفاهية التي كان يؤمل بها من توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل لم تكن سوى ريح عاصف الاستقرار السياسي والأمني فيه اليوم هو مطلب دولي قبل أن يكون إقليمي تبدى ذلك في الزيارات الدولية المكثفة وفي المنح والقروض المقدمة له خليجيا خصوصية الموقع الجغرافي والثنائية الهويتية عاملان أساسيان في حسابات الخارج والدخل ليس ببعيد عن ذلك بروز الأردن وتصديره للأطروحة السلفية الجهادية منذ عقود وبين مطلب السير في صفقة القرن المهددة لوجوده وبين التغريد خارج السرب المؤثر اقتصاديا تقف البلاد فأي طريق قد يسلقه الأردن من المسارات المتاحة بين يدي للنقاش حول التحديات والأزمات والخيارات السياسية الأردنية نستضيف السياسية والنقابية الأردني ليث شبيلات حياكم الله وأهلا بكم مشاهدنا في حوار الساعة ونتحول مباشرة إلى الأردن مع ضيفنا من هناك الأستاذ ليث شبيلات مرحبا بك سيد شبيلات ونبدأ مباشرة مع الحكومة التي تشكلت عقب حراك سياسي واجتماعي في البلاد طبعا ساد استياء عام في الشارع بحسب بعض المراقبين التشكيلة الحكومية كان نصف من الحكومة السابقة سميت بحكومة البنك الأهلي أغلبها لم يكن من عنصر الشباب وبالتالي أصبح هناك بعض الإحباط بحسب ما يقول بعض المراقبين تقديركم إلى أي حد بالفعل هذه الحكومة قد تستطيع بنقل الأردن من الحالة التي كان فيها لا حد لا تستطيع المشكلة في النهج مشكلتنا أن المطالبة بتغيير الحكومة أنا قلت لهم هذا شعار يعيد إنتاج الظلم طريقة قدوم الحكومات هي التي يجب أن تتغير الحكومات يجب أن تأتي بإرادة شعبية وضغط شعبي لا أن تأتي كما يهبط الإلهام على الملك يعني يجامل مرات الشعب ويأتي بمثل هذه الحكومة من المضحك أن الملك قال عن الحكومة السابقة أن فيها أربعة وزراء نشطين والآخرون أنهم نوم فجاء بخمسة عشر وزير منهم يعني في دعشر واحد نايمين أتوا بهم إذا أردنا أن نأخذ مواصفات الملك الذي يتكلم مرات يعني بكلام المهم نهج الإتيام الحكومات يا حبيبي ليس عندنا حكومات الحكومات تقزمت إلى ليس إلى الخط الثاني إلى درجة ثالثة يعني هذا الرزاز المسكين والحكومته أقول مساكين وهنا ليس مساكين ما له علاقة بما يجري في الساحة الإقليمية ما له فيما يجري في السياسة الخارجية إذا قبل ثلاثين عاما عندما كانت الحكومة أقوى بكثير من هذه الحكومة وكنت أعرضها كان زيد الرفاعي رئيس حكومة سميتها حكومة الوزير الواحد ومعاونيه وقلت رغم هذا هذه بلدية الأردن الكبرى الأمن ليس في يدكم يا حكومة الجيش ليس في يدكم المال ليس في يدكم السياسة الخارجية ليس في يدكم شو قاعدين تعملوك أمامنا بهالمجلس ربما بيدهم الوضع الاقتصادي لأنه في الحكومة هذه تغير الفريق الاقتصادي بالكامل نتحدث عن تغيير نائب الرئيس وزير الدولة لشؤون الاقتصادية وزير المالية وزير التخطيط والتعاون الدولي وبالتالي الفريق الجديد هو فريق اقتصادي يعني مسؤول عن تحسين الوضع الاقتصادي في ظل بطالة ارتفعت ما فوق 18% هذا ليس حلا يعني الحل كما تصفه بين أقل سوءا أو أكثر سوءا نريد حلا جيدا نريد أن تعود تشكيل الحكومات إلى الشعب إلى الضغط الشعبي يا أخي الأردن تم التلاعب بالنظام تلاعبا كبيرا تم انقلابات كبيرة على النظام انقلابات ليس من الأعداء انقلابات من داخل النظام نظامنا نيابي ملكي ويراثي النيابة مقدمة فيه على الملكية لأن المبايع أو المبايع يتقدم على المبايع ركنان متساويان طبعا الملك له قيمته على الرأس والعين لكن الأهم مؤسسة النيابة تم التلاعب مؤسسة النيابة الركن الثاني في النظام تلاعب بالركن الأول وقزمه ووضعه في جيبه فما عد أن الممثل الشعب غير موجود غير موجود بالإطلاق سأتخذ وجهة نظر أخي عمد أرجوك أعطيني وقتي بك تسأل عن الأردن لا أحد يتكلم لك بعمق على الأردن على التلفزيون أكثر مني فأسمع إذا سمحت يريد هذا حدث لصالح حكومة قوية لا حكومات أدفع من تافئها هناك حكومة ظل موجودة في الديوان الملكي غير دستورية 3 أربع تلاف موظف موجودين غير دستوريا نفقاتهم هائلة لا يوجد مسؤول كبير ولا رئيس وزارة سابق ولا وزير سابق ولا مدير مخابرات سابق إلا ويوافقني على ما أقوله لكن ما في رجولة ما حدا يدافع عن الأردن الأردن راح يلعب به الديوان الملكي خططف الحكومات يعطيك مثل في إحدى الوزيرات عندما تشكلت الحكومة اتصل بها أحد قال لها أنا نظيركي الكاونتر بارت تبعك من الديوان الملكي قالت له ياش تكاونتر بارت تبعي مين أنت كاونتر بارت تبعي يعني على الأقل عندها شوية رجولة بالمناسبة عندنا السيدات عندهم رجولة شوية كتير أكتر من الرجال على كل فشو الكاونتر بارت تبعي هذا بعدين يسمع وزير المالية تبعنا معنون نسيبي يعني للأسف ابن رجل فاضل ابن زوير ملحس بيصرح بعد ما طلع قال أنا كنت شو قال حارس حارس مرمى جعفر حسان وحد شي وزير تافة نعم كان كان أتالي بالقانون الضريبة أتالي به كما هو قال هيك بتكنت مشهو وكان ينسق مع جهة سيادية يلعن أبوها الجهة السيادية فاهمني مني الجهة السيادية إنسان تافه موجود في الديوان الملكي واحد في الديوان الملكي تافه ما أعرف اسمه يتلاعب يتلاعب في الدولة والحكومة إيش هاد شو هاد اللي يجري في الأردن للأسف أنا غاضب وأنا أنا أرسل عدم حقوق في خطاب التكليف الملكي لحكومة الرزاز يقول ضرورة الإصلاح السياسي وإكمال مسيرة الإصلاح السياسي مع إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب وعودتها إلى البرلمان إذا كان قرار الملك بهذا التوجه أين تقمن المشكلة على من تقع المسؤولية في التطبيق يقبرني قرار الملك أنا بس يقبرني قرار الملك إنه بديعي للأحزاب هل تعرف أنه ثلاث أحزاب موجودة دخل عليها دخل عليها الأمن قبل سبوعين ثلاث شهر دخل عليها دخول واختطف ملفاتها واحتلها ولم تجرؤ أن تصدر بيانا أي أحزاب يا أخي إذا الحزب الكبير 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 رضي أن يتقزم الإسلاميين تقزم ما لوجود نعم تقزم ما لوجود أي حزبية بعدين فاقد الشيء يعطيه إنه عطل الرزاز إنه قال له هيك بدي ما نقارلك فاقدوا الشيء لا يعطيه لا هذه الحكومة ولا حدا بيقدر يعطيه هذا الموضوع هذا الموضوع بده نفض من أصوله من تحت بده نفض بده توقيف اختطاف الدولة والحكومة من الديوان الملكي مختطف الحكومة مختطفة من موظفين في الديوان الملكي طبعا يعني كله بإرادة الملك بعدين مستوى المعارضة أنا زعلان من كل من يزعم أنه شخصية أردنية سياسية عيب عليكم ليش تاكدين كلهم يوافقونني في السر كلهم أنا أتحدى واحد يطلع التلفزيون الآن يناقشني فيما أقوله الذي يعتبرونه جريئا جدا ولكم ألا تستحق ألا يستحق الأردن شوية جرأة نوقف أمام أمام دولة سميت في الصحف في الصحف الأجنبية The Hashemite Kindergarten of Jordan شو هي هي روضة أطفال ولا ولا دولة أنا بدي أفهم شو اللي عم بجري ناتنياهو ناتنياهو يأتي وكوشنر يأتي الصحافة التافئة الإعلام التافئة لا يجرع أن يذكر لا يجرع أن يتكلم عن الموضوع ما عد في إعلام ما عد في شخصيات سياسية ما عد في شخصيات مولاء ما عد في معارضة سأتطرق الموضوع صدقة القرن نعم صحيح سيد شبيلات لكن بما أن حضرتك تحدثت عن المعارضة تحديدا كان لافت موقف جماعة الإخوان المسلمين وهي قوة معارضة كبيرة في الأردن حضورها كان خجولا البعض قال أنها كانت تخشى من السلطة البعض قال لا أنها كانت تريد أن توارب من أجل أن لا تكون في صدارة المشهد تقديركم كيف تشخصون باستثناء طبعا البيانة التي صدر عن حزب جبهة العمل الإسلامي كيف توصفون الآن أداءها أداها تافئة أصبحت حركة تافئة منذ أن غصبها النظام أن تشارك في الانتخابات وهي لم تكن تريد أن تشارك أنا أريد أن أكون منصفا لم تريد أن تشارك لكنه هددها فشاركت وشاركت وأصبحت عمرها لم تكن معارضة أنا ابن المعارضة عمرها لم تكن معارضة لا يوجد حدا من المعارضة وصل إلى الحد الذي يجب أن يقوله يعارضوا شوي بوصل 70% كمل يا أخي وين 80% وين 90% بيفكس وببطل معنى معارضة أخي أنا وصفت المعارضة قبل 20 عاما على التلفزيون أنه بتطول عمر الحكومة الدكتور بقول لرئيس الحكومة بدك تطول عمر حكومتك خذ لك حبة معارضة الصبح حبة معارضة المساء صحتك بتكون كويسة لأن موالاء أتفه من تافين معارضة أتفه من تافين النقابات أصبحت في منتهى التفاهة شخصيات يعني خذ الملك بيحلم بالليل أنه بيغير الدستور خلال 24 سارة بيغير الدستور ومئات الشخصيات إن كان نواب والأوريزراء والأعيان بيوافقوا بيوافقوا يخرب بيتهم ولكم ما فيكم رجال هكذا تختطف الدولة طبعا في تحدي آخر الآن يواكبه الأردن وهو موضوع صفقة القرن في حواره مع صحيفة القدس الفلسطينية يتحدث صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى المنطقة جارد كوشنر عن الرفاهية الاقتصادية التي ستنشأ من قبول الفلسطينيين لصفقة القرن المطروحة ويكشف طبعا بعضا من المحادثات التي يجريها مع قيادات المنطقة لتمرير صفقة القرن نشاهد معا القدس الفلسطينية كوشنر للقدس مستعد للعمل مع الرئيس عباس إذا رغب قال مستشار صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر في حديث خاص للصحيفة يعلم الرئيس محمود عباس أننا مستعدون لمقابلته ومواصلة المناقشة عندما يكون مستعدا لقد قال علانية إنه لن يجدمع بنا وقد اخترنا عدم ملاحقته لقد وصلنا عملنا بشأن الخطة وبناء توافق في الآراء حول ما يمكن واقعيا تحقيقه اليوم وما الذي سيستمر في المستقبل إذا كان الرئيس عباس مستعدا للعودة إلى الطاولة فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش وإذا لم يكن كذلك الأمر فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية إن نقاط الصفقة الفعلية هي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكن الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتي كجزء من صفقة عندما يتم تحقيقها مع بعض الاستثمارات الضخمة التي تمتد إلى الشعبين الأردني والمصري أيضا الشعب الفلسطيني مجتهد ومثقف جيدا ومتاخم لوادي السيليكون الشرق الأوسط إسرائيل إن ازدهار إسرائيل سوف يمتد بسرعة للفلسطينيين إذا كان هناك سلام العديد من البلدان من جميع أنحاء العالم مستعدة للاستثمار إذا كان هناك اتفاق سلام أنا أؤمن بشدة أنه حينما تريد التوصل إلى اتفاق سلام فإنك بحاجة إلى تحديد الحدود الأمنية واجعلها آمنة من الناحية الاقتصادية أن تترغب في إزالة الحدود والسماح للاقتصادات بأن تصبح أكثر تكاملا لزيادة الفرص والازدهار لجميع الناس بما في ذلك الأردنيون والمصريون وغيرهم عود إليك سيد شبيلا طبعا زيارات مكوكية من إلى الأردن ومن الأردن أيضا إلى الخارج باتجاهات مراقز صنع القرار الدولي على أي حال سنفصل أكثر في موضوع صفقة القرن لكن أريد أن أفهم كيف تقرؤون الآن هذه أزيارات المكوكية في أي إطار تأتي هل هو في إطار الضغط على الأردن كحكومة وشعب لسلوك مسارات محددة أم أنها ترتيبات ما قبل إعلان ما يعرف بصفقة القرن طبعا للضغط على الأردن ولمراوداتي عن نفسه ولكن كل هذه الوعود حتى الوعود كاذبة يعني يحضرني نكتة أن شخص راود مرأة عن نفسها وقال لها ألف دولار قلت له إكس فقال لها عشرة ألف دولار فقال لها مليون دولار فقال لها فقط فغاب قليلا ورجع قال لها تفضلي وهي ألف دولار قالت له شو؟ بالإنجليزي هل تعتقد أنني أصبحت؟ ألا ذات لقد قرر ذلك أنك عاهرة الآن الثمن هكذا يفعلون بنا بقول لك هل لا عم بيراودون عم بيراودون على شرفنا عم بيراودون على نفسنا وبقول لك نعطيكم كمان بلايين ومنفعل وما نفعل عندما انتهت هذه القضية ويعطوا برمولك مليون مليونين من قلهم شو؟ أتظنون أننا عاهرات فيقولون أننا لقد تم تقرير ذلك الآن فقط أدفع الثمن الملك بحسب التصريحات أقله الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه متمنع تماما على تمرير أي صفقة قرن تكون على حساب الأردن الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس هي خط أحمر بحسب الصحافة الغربية أيضا التي تنقل عن الملك إلى أي حد هذا الموقف لا يعتبر موقفا بالفعل يعكس مصالح الأردن شعبا ونظاما أنا لا أصدق ما يقوله الملك ثانيا أنا لا أعرف ما يقوله الملك الملك منفرد هو بعمر أبنائي وكمان هلأ جاب ابنه حفيدي أكبر منه هدول وكم من واحد يقرر مصير أردن لا في حكومة بتعرف ولا أنا بعرف ولا فلان بيعرف ما حدا بيعرف لكن أنا نشك هو ماسك في كل الخيوط بيده أنا أشك أنه ما بهمه حساب أنه يستطيع أن يصمد كيف يصمد وليس وراءه رجال لم يستعين بنا لم يستعين بشعبه عندما قامت المظاهرات قبل أسبوعين هذه المظاهرات أفدته خوفت السعودية اللي هي رأس الرأس الأفعة خلفتها ودعوه أنه تعال خلح للك مجاك لك فإذا كان شعبه وراء بخوف من غير شعبه ما بخوف من غير شعبه أصلا الذي أنا يعتمد عليهم لكي يبقى سيزيلونه سيزيلونه الغريب يا سيد شبيلات حضرتك تصف الديوان الملكي بالتافه وأنا أستعير عباراتك حرفيا تصف الأحزاب والمعارضة الموجودة أيضا بالداخل الأردني تافهة عفوا على التعبير يعني من في الأردن هو وفق المنطق الذي تترحه ليس تافهة قليل قليلون جدا يعني وحدة مثل توجان فيصل ليست تافهة وحدة مثل هند الفايز نحن عندنا النسوان كثيرا رجال من الرجال مش تافهة بس عم بحكي كمؤسسات لا فيه للأسف في أفراد في أفراد في واحد عين محترم طاهر كنعان الوحيد الذي وقف في الأعيان ورفض التعديلات الدستورية هذا ترفع له ترفع له القبعة في مثلا وزير محترم هل له رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان كان وزيرا المالية عندما أرادوا تسجيل ميشيل مارتو مش إسلامي متطرف سرياني من القدس كانوا بتنسجلوا أراضي المملكة للملك رفض كوزير مالية في بعضها هذول مش تافئين بس هذول لازم يكتروا ثم يجب أن يكونوا إيجابيين مش فقط أنه يرفضوا لا مش ردة فعل يجب أن يكون للغير تافئين فعل ماذا يجريك كيف يتصرف بالأردن هكذا أنت عم تسألني رح تكمل سؤالاتك شو رح يصير كيف ما اتجهوا كيف ما اتجهت كيف ما اتجهت القبلة لن يثور الأردن كما تتوقع أو يتوقعون ثارة اقتصاديا نعم من الجوع لذلك الضغط علينا لكي نأكله بثدينا وبالتالي كوزير الآن يعيد برفاهية اقتصادية بحسب الحوار الذي أجرته معه صحيفة القدس الفلسطينية هذا العائد سيكون عائدا ربحيا على الأردن ومصر يسميها تحديدا الأردن طيب إذا كانت الأزمة الأردنية أزمة اقتصادية أنا بدي أسلك سؤال تفضل تفضل أنا بدي أسلك سؤال هل نحن كرمتنا للبيع يعني وطنيتنا للبيع مواقفنا الوطنية للبيع إسلامنا للبيع عروبتنا للبيع بس الآن القضية كيف نفاوض على الثمن ما هي خيارات الملك ذات ما هي خيارات الملك في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الخانقة داخليا ليش هو ترك لنفسه خيارات في الطريقة التي يحكم بها منفردا ليش هو تعاون حقيقة مع رجال هل هو صنع رجال هل هو سمح بصناعة رجال في الأردن لقد دمر رجالات في الأردن لقد دمر الرجول ممنوعة يرفع رأسه ويتكلم لذلك الآن شو ما قرر رح تمشي والخطورة ليس فقط في صفقة القرن الخطورة في بيع فلسطين ثم في أن نكون بندقية الأردن بندقية مستأجرة لكي نقف في وجه عدو جديد الإيران مصيبة انقلاب كامل في العقيدة العسكرية انقلاب كامل بعدين بدأس لك سؤال أنا يا أخي محمد أي دولة أي دولة في العالم أي دولة في العالم عندها تجنيد إجباري لكي تدافع عن نفسها نحن جنبنا إسرائيل كلها قائمة على التجنيد الإجباري وعلى الاحتياط نحن ما عندنا تجنيد إجباري شو بدك خيانة أكتر من هيك ليست خيانة حكومية فقط خيانة مني خناية من كل شخص يزعم أنه أردني ولا يصر على أن تكون الأردن معسكرا أن يكون الأردن معسكرا جميعا متدربين عسكريا لكي نمنع التقام إسرائيل لنا تتحدث عن تغير في العقيدة العسكرية القتالية للجيش الأردني يعني لم تعد إسرائيل عدوا للشعب الأردني للوعي الجمعي الأردني تقصد أم أنه قرار رسمي في ذلك ويتحول إلى خلق عدو آخر وهو الآن يتصدر المشهد العربي وهي إيران لا شك أنه رسمي لكن مع المدة ومع التجويع ومع اللعب بقضية الطائفية السخيف هذه سني شيعي سني شيعي في هبو الكثير في هبو الكثير يقول لك إيران عدو أكبر من إسرائيل أنا ما سمعت ما سمعت بحياتي الجنون أكثر من هيك لكن نستحق لذلك نستحق أن ينكل الله بنا تنكيلا ماذا عن جماعات المعارضة لا سيما الإخوان المسلمين مرة أخرى هل تعتقد أنه في حال وافقة السلطة الرسمية في الأردن على صفقة قرن بشكل ما أيا كانت مخرجاتها سيكون موقف المعارضة وعلى رأسها الإخوان المسلمين يسير في هذا الاتجاه أم سيكون معارضا لا سيكون موقفا قويا جدا تعرف شو الموقف القوي سيصدرون بيانا سيصدرون بيانا يرفضون ذلك إيش بخوف حقيقة إيش بخوف وبالتالي ما هو المطلوب شو مطلوب يا رجل بلد عم تنباع بلد كل مصير فلسطين ومصير الأردن عم تروح كيف نحن ساكتين كيف نحن ساكتين كيف نسكت يتم التلاعب بنا هكذا ونحن ساكتين طبعا سنسأل عن السيناريوهات المتوقعة لسيما في الأردن حول بالفعل ما إذا تم إعلان بشكل رسمي لصفقة القرن العلاقة المستجدة الحديثة مع حركة حماس أيضا من قبل النظام في الأردن كيف يمكن أن يقرأها السيد شبيلات بعد الفاصل مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء نجدد بكم مشاهدين في حوار الساعة نتحدث في هذه الحلقة عن أزمات الأردن وطبعا السيناريوهات الخارجية أو الخيارات الخارجية للأردن فيما يتعلق بصفقة القرن معنى طبعا من الأردن الأستاذ ليث شبيلات وهو سياسي ونقابي أردني صحيفة رأيي اليوم الإلكترونية تنقل طبعا عن زيارة الملك عبد الله الملك الأردني إلى واشنطن تقول هي للتأكيد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر بحسب ما ينقل عن الملك هناك بحسب الصحيفة مسألة نقل توقيتها هو المشكلة نشاهد معا رأي اليوم ماذا يحمل الملك عبد الله في جعبته لترومب شهاب المكاحلة يبدأ الملك عبد الله الثاني في الخامس والعشرين من حزيران يونيو الفين وثمانية عشر زيارة لواشنطن يلتقي خلالها أركان الإدارة الأمريكية والكونغريس وفي جعبته تعديلات على صفقة القرن تسمح بالتوقيع عليها فيما بعد فور إعلانها زيارة الملك ما كانت لتكون اليوم لو لا لقاؤه بالمبعوثين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط ومباحثاته معهم بعد انتهائه من المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الملك يريد أن يؤكد من خلال زيارته أن مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر كما يريد إطلاع القيادة الأمريكية على أن كلفة الحرب في الجنوب السوري قد تؤدي إلى كارثة حقيقية ليس على الاقتصاد الأردني فقط بل وعلى بنيته الاجتماعية لم تعد فقط مسألة نقل استفارة الأمريكية هي مبعث القلق بالنسبة للأردن ولكن التوقيط كان هو المشكلة لأن الأردن كان ولا يزال يؤمن بأن تسوية موضوع القدس يترك إلى حين المفاوضات النهائية بالطبع سيقوم الملك بتذكير ترامب بأن الأردن يمثل قاعدة رئيسية ومهمة للعمليات الجوية الأمريكية في سوريا وأن المملكة شريك أساسي في المعلومات الاستخباراتية وحليف مهم ضد الأفكار المتطرفة سيد شبيلات تقديرك هل يستطيع الملك أن يعدل أو يغير فيما يتعلق بصفقة القرن لجهة المصالح الأردنية سواء كان في القدس أو لشكل الدولة الفلسطينية المرتقبة أو المتوقعة بما يتناسب مع قدراته في الضغط التي قد يمثلها الأردن لا لا يستطيع وبعدين هي قضية القدس بس هذا الخط الأحمر وقضية تصفية قضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين موجودين في الأردن وفي لبنان وفي كل مكان قضية الصهاية يعتبرون أن الأردن هو فلسطين وبعدين معه شوية سيناء ينفخون سيناء قليلا يكبرون غزة للضرورة لأنهم لا يستطيعون السيطرة على غزة لكن إيمانهم الأصلي أن الأردن هو فلسطين خلاص انتهى الموضوع فهي فقط القدس اللي أصلا لا أرى تعلقا كبيرا حقيقيا فيها لكن مجاملات تقصد في الديوان الملكي يعني فيه تنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات رغم أنه حتى اتفاق وادي عرباء يكرسوا ذلك لصالح الأردن يعني بمعنى آخر وكأنه ضرب حتى الاتفاقيات السلام بين الأردن وإسرائيل يا أخي محمد إسرائيل نقضت كل بند من بنود المعاهدة مش بس آي أمر متوقع من تل أبيب لكن هل أمرا متوقعا من قبل الملك الأردني انتبه انتبه قلت لك إسرائيل نقضت كل بند وما قلت لك أننا نقضنا أنا أقول لك أننا قبلنا كل ما تنقض كل ما نقبل وبيقول لنا في معاهدة سلام ولك أي معاهدة سلام اليهود بطلوا أمني معاهدة سلام أكلتها العرضة كيف كيف هذه تبع المقاطعة في الكعب الشريفة أكلتها الأرضة ما في معاهدة سلام إسرائيل عملت الي بدها إسرائيل تريد أن تبتلع المنطقة الأردن مهدد الأردن مهدد ما حدا ما حدا عم يتصرف كأن الأردن مهدد كأن شوف دفاعنا كأنه دفاعنا مرتبط معاهدة وين التجديد الجباري وين عمرنا ما خططنا لكي ندافع أردن كان في مساعد رئيس أركان رجل فاضل محمد البشير كان عنده نظرية حقيقية قالوا لا تستطيع قواتنا المسلحة بتشكيلاتها أن تقف وجه القوات الصيونية يجب أن نعيد تشكيل قواتنا بشكل سراية صغيرة تتدرب على حرب الشوارع وندرب شعبنا على حرب الشوارع لأن اليهود لا يجرؤون أن يقتحموا الأردن لا أحد رد عليه وما أحد فكر بدفاعاتنا أخي محمد ما عندنا أي دفاع عن الأردن إذا قرروا أن يفوتوا مش بس إني إذا قرروا الإرهابية يفوتوا طبعا أمر لا شك أنه جدا خطير خاصة فيما يتعلق بتهديد الوضع الداخلي الأردني هنا سؤال يطرح نفسه سيد شبيلات بأمانة هل أفهم من كلامك أنه لا توجد رغبة أردنية حتى أم أنه لا يملك القدرة على المناورة فيما يتعلق بحماية مصالحه لا 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 أستطيع أن نتهم أنه ما عنده رغبة لا هذه يعني هذه كبيرة أما لا يستطيع لا يستطيع بالطريقة اللي حكم فيها لا يستطيع بالطريقة اللي ربطنا فيها بالسعودية وربطنا فيها بالخليج لا يستطيع هؤلاء علنا شوف خليك معي محمد خليك معي نحن كنا الحلفاء لليهود عم ننمر عم ننمر على الخليج أنه نحن الباب يعني كنا حلفاء بمستوى عقيد الآن نزلونا لمستوى ملازم وصار في جنرال سعودي هو الحليف اليهود شو بدون فينا طالما السعودية على أن صارت صارت حليفة لإسرائيل وعم بتجندها لوقوف في وجه إيران رحنا فراط نحن رحنا فراطة طبعا صحيفة معاريف يوم الأربعاء الماضي على ما أذكر تحدثت عن معلومات لديها مؤكدة بحسب ما تقول أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ولقائه الملك الأردني في عمان كان هناك موجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى جنب كوشنير هل لديكم أي معلومات أو معطيات بخصوص هذه المعلومات حبيبي نحن ما عندنا أي معلومات حبيبي نحن ضيوف في الأردن ما عد فيه مواطنين في الأردن بدنا نسلم هوياتنا وناخد هويات سياحية ما لندخل نحن بالأردن الأردن ملك جلالته وكم من واحد بالديوان الملكي بيتصرف وزي ما بدهم فيه نحن مش مواطنين يا أخي شهدنا تمايزا للموقف الأردني بصراحة في الأيئام أو الأسابيع القليلة الماضية خارج إطار ما يعرف بمحور الاعتدال العربي يعني التقارب مع قطر وقبول بمنحة قطرية قوام نصف مليار دولار إضافة لعشرة ألاف فرصة عمل هناك التقارب مع تركيا الذهاب إلى قمة المؤتمر الإسلامي مع ولي العهد وعدد من العائلة المالكة بعض المواقف تجاه حركة حماس كان لافتا بالفعل نوع من التمايز الأردني عن بقية ما يعرف اعتبر هذا موقفا إيجابيا يسجل للدوان الملكي إنها ردات فعل ولو كانت ولو كانت فعلا فعل مش ردات فعل لقلته نعم أنا طالبت وقلت له غير انتهى اخرج من هذا المحور هذا المحور عم بيعاملك مثل 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 الجارية اخرج من المحور ما إليك ارتفت على سوريا تنفت على تركيا تنفت على إيران تنفت على روسيا تنفت على الصين بعدين حتى هذا المحور تركيا وسوريا وسوريا كمان بدنا نطلع من هذا الخلاف يعني على كل اللي فعلته تركيا مع سوريا بدنا نطلع منه كلنا كلنا في الهم شرقه عنا مصيبة امريكا والصيونية يريدون ان يسيطر على المنطقة فالأردن عليه ان يقرر للأسف للأسف انا لا ارى انه سيقرر ان ينحاز الى محور الممانعة الذي فيه عزه وسأتيه الاموال حتى الاموال من الذين يهددونه بالقطع سيغدقون على الأردن مالا لكي يخفف من غلواء انتمائه الى المقاومة كمان فيها جروش كمان المشي مع هدول في جروش طبعا الزميل الصحافي ماهر ابو طير في الدستور الأردنية يقول انه في لقاء جمع مجموعة من الصحافيين مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان فتقول لهم بالحرف ان على الأردن ان يتوقع ان يكون اللجوء السوري في الأردن طبعا اللي هو حوالي مليون ونصف لاجئ سوري هناك طويل الامد لمدة لا تقل عن 15 عاما حتى لو توقفت الحرب في سوريا تقديرك هل هذا يأتي في إطار أيضا ضغط على الأردن أم في إطار رؤية عامة تقرؤها الولايات المتحدة الأمريكية وما يعرف بالتحالف الدولي لإعادة ترسم خرائد في المنطقة الأردن جزء منها أنا لا أوافق على رأي مويرتيني جزء ما مع أنها أعلم مني بكل تكيد أنا برأي أن الحسم الذي يحسن في سوريا لصالح الدولة ولصالح عودة للدولة غصم عن من عجبه ومن لم يعجبه سيكون إغراء للسوريين أن يعود إلى بلادهم خاصة إذا صدرت قوانين عفو عام وإذا كان النظام واسع الصدر ليس كما عندما بدأت الأزمة عندما بدأت الأزمة نصحنا أن يكون واسع الصدر وأن يتحمل فأقض لحل الأمني انتهى الأمر الآن عليه أن يكون واسع الصدر وأن يصدر قرارات قوانين عفو عام وأن يدلل من أحب ومن لا يحب نريد من الجميع أن يعودوا إلى بلادهم لكي يبنوها ونخرج من هذا الكابوس الذي مر علينا طبعاً على وقع تطورات الميدانية في الجنوب السوري وتزايد الحديث عن توجه سوري رسمي لإنهاء الوجود المسلح جنوباً تنتشر رسالة جديدة من السفارة الأمريكية في عمان للمسلحين في الجنوب مفادها اتخذوا القرار الذي تريدونه نتفهم أنكم بحاجة لاتخاذ قرار بناء على مصالحكم ومصالح عائلاتكم وفصائلكم لكن يجب أن لا يستند قراركم إلى افتراض أو توقع التدخل العسكري من قبلنا تقديرك إلى أي يعني ما الذي يعكسه هذا الموقف الأمريكي إذا كان رسمياً كما يبان أو يبدو من خلال هذه النص أو من هذه التغريدة في العلاقات السورية الأردنية يعني نشهد في الفترة الأخيرة نوع من يعني إلى حد ما نوع من المهادنة أو عدم رفع السقف في التصريحات من الأردن تجاه سوريا أو العكس حتى تقديرك إلى أي منحة يسير هذا الأمر أولاً أعلق على القرار الأمريكي إنه قرار أمريكي بامتياز لأن أمريكا معروف عنها أن تتخلى عن أقرب الأقراب إليها الشاه ماركوس دينيا غيره وغيراته فهي تخلت عنها أو لا فهو أمريكي يعني الآن لو أخذنا الدي ان اي تبعه يثبت أنه أمريكي لأن أمريكا عمره ما بقيت وفية مع أحد هذه من ناحية أما أنه التقارب الأردن أنا برأيي حتى هذول اللي أنا لعن بنتقدهم يرغبون بالتقارب مع سوريا لكنهم خائفون من السعودية خائفون من الخليج يعني مهددون من أمريكا والخليج أنا برأيي يجب أن يقتحموا وأن يعززوا العلاقات مع سوريا وسيركد الخليج ركدا خلفهم لكي يخفف من اندفاعنا نحو نحو المحور الذي فيه مصالح فيه مصالحنا في الدفاع عنا في الدفاع عن وجودنا حقيقة مرة فضل شوف مرة حقيقة في سفير إيراني هون يعني نأز بيقول بيقول يا أخي استغلونا قربوا مننا ويجبدوا فلوس من السعودية نحن مبسوطين نحن نسعد من كيف إلى جبطوا بسبب قربكم مننا قربوا شوي وخدوا فلوس من السعودية ما الذي يحول دون ذلك أردنيا التياسة سيد شبيلات طبعا على ذكر الوضع بالمناسبة بالمناسبة أخي عمد نعم تفضل بالمناسبة ذكرنا عن العقيدة العسكرية غيره غيرته أتعلم أن القوات عندنا صورنا زي مصر أصبحت المخابرات والقوات المسلحة تشتغل بشركات الزراعة وشركات المقاولات مصيبة وعندنا نقيب المقاولين نايم ونقيب الهندسين نايم في زماناتي عندما كنت نقيب قبل 30 سنة الأمير حسن أراد أن يدخل جمعية علمية الملكية إلى الاستشارات فوقفنا كمجلس نقابة ضد هذا الحكي ومنعنا نائب الملك منعنا نائب الملك أن يفرض علينا أمرا الآن القوات المسلحة عندها عند مقاولات بيدخلوا بالثياب العسكرية لابسين عسكر بيفوتوا على اجتماعات بالمناسبة هذا الانفجار الذي حدث في العقبة المقاول هو شركة عسكرية لذلك لا أحد يتجرأ يحكي للمات فيها عشر وعد هذا الموضوع يجب أن نتوقف كلها مخالفة دستورية الجيش وظيفته يدافع عن البلد ليس وظيفته يفوت يشتغل ينافسنا بأشغالنا ألا تتحملون المسؤولية أنتم كمعارضة يعني نخب البعض يقول أنه نخب تتحدث وتتكلم بصوت عالي لكن عمليا حضورها في الشارع متواضع قياسا على ما هو مطلوب بالفعل لتشكيل نوع من حكوم الظل تستطيع أن تشكل ضغط على قرارات الدولة صحيح صحيح نحن غايبين الموجود أفراد الموجود أفراد يا أخي يا أخي الآن أنا أوجه رسالة يا أخي لم يبقى شخصية مهمة في البلد إلا وزرتها زرت معظم رؤساء الحكومات بالمناسبة يا أخي معمد الكلام الذي سمعته مني والذي ستسمعه مني ما علي خلاف بين مولاة ومعارضة الخلاف أن هناك جبن وخوف وقلة مرؤة للوقوف في الدفاع الأردن ما في رئيس وزارة زرته إلا وافقني وافقني رحت خد سأل أخونا أحمد عبيدات أنا رحت لأحمد عبيدات قلت له يا أحمد يا أبو ثامر قوم امشي وأنا بحملك شنتتك يا طهر المصري عيب هذا اللي عم بيجري يقلك عملوا إشي يا كبريتي رحت على عبد السلام المجالي رحت على هنا الخصونة بلدنا عم بيضيع يا جماعة بلدنا عم بيضيع الآن مش موضوع معارضة ولا كلكم عارفين أنه بلدنا عم بيضيع كلهم بوافقوك كلهم كلهم بوافقوك هذول رؤساء حكومات سابقين ومدراء مخابرات سابقين بوافقوك لكنهم يصمتوا ليش سيدنا هيك بدو يفقوا عني طيب في مقابل الارتهان إلى قرارات أو توجهات لا تتناسب مع مصالح الأردن على المستوى البعيد اليوم هناك تحركات وحضور أيضا ونفوذ دولي مستجد في المنطقة هناك الوجود الروسي على سبيل المثال في الفترة الأخيرة كان هناك نوع من المفاوضات الروسية الأمريكية مع الأردن حول الجنوب السوري إلى أي حد تعتقد أن الأردن قادر أن يستغل ورقة التفاهم مع الروس لتعديل في التوجهات القائمة بما يتناسب مع مصالحه الداخلية يستطيع بكل تأكيد لأنه حتى الروس حتى الروس فاتحين على السعودية الروس ما أخذوا موقف عدائي من السعودية طبعا موقف منافس موقف في خندق آخر لكنه عم فتحين وبيبيعهم صواريخ وبيتفقوا على البترول وروسيا مش لعبة روسيا إذا استندت لها لها علاقات مع السعودية على الخليج كيف تستفيد منها لأردن طبعا 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 بس أقول لك يا أخي محمد المشكلة مع أن وزير خارجي مع أن وزارة جلالته هو هو الأمن هو وزير خارجي يعني تبعه شوية وزير خارجي كله بيده من عنده وزير خارجي يعرف يسترجي ويجرؤ أن يأخذ قرار ويفاوض الروس مين طيب إذا كنا بهذه النظرة إلى حد ما يعني عفوا على التعبير تشاؤمية تجاه الوضع في الأردن أو لجهة خياراته السياسية تقديرك ما هو السيناريو القادم في الأردن وهو سؤال أخير أريد أن أختم به معك فضل السيناريو سيئ وأضح أنا من زمان أرى أنه ما في طريق نحن ماشيين نحن طريق الانهيار طبعا الاقتصادي السبب الرئيسي سيكون الاقتصاد الآن مش رأي يستطيع لا يستطيع أن يحل الموضوع الاقتصادي الرزاز يعني أو يؤجله قليلا نحن داخلين بالحيط ومعروض علينا يا منبيع يا منبيع كارمتنا ومنبيع قواتنا المسلحة نأجرها لكي تقاتل مثل أيام زمان البريطانيين كيف يحتلوا العراق بالفيلق الهندي والفرنسيين بالفورن ليجين بالإترونجي هاي والسينيغاليز هدول كلهم هدول بيقاتلوا بيقاتلوا بالعبيد تبعهم نحن معروضونا كعبيد قن لكي نقاتل معارك إسرائيل مشكلة أخي لذلك نحن مقبلون على أمر غير جيد أبدا غير جيد أبدا خالص وأنا شخصيات البلد وأنا أوجه لها عدم احترامي الكامل إلا لأربعة خمسة عشر اتنى عشر وعد لسكوتكم على أن يحدث للأردن ما يحدث وتزعمون أنكم زعماء وأنكم شيوخ عشائر وأنكم نقباء مهندسين وبطيخ أصفر وأنكم زعماء أحزاب عيب شكرا جزيلا لك الأستاذ ليث شبيلات المهندس طبعا والسياسي والنقابي الأردني على حضورك معنا في هذه الحلقة كما نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر